السلام عليكم و مرحبا بكم معنا في قناة ام جناس كما العادة كما وعدكم ان شاء الله اليوم سوف نجده جميعا صبلي رائع مضاق رائع وسهل كما العادة كما وعدكم كما العادة ما قدر زيما بسيطة و متوفرة في اي بيت نحتاج له 20 غرام سكر سقل ربعة زبدة مارغارين ثلاثة بيضات زيت مائدة عنبة جوج فاني الساشية كرامل و قبزة ملح جوج مع قذية و النيدو هذا المقاذير قد خلينا كيلو ديال الطحين حسب الخالط تقريبا كيلو وتكون نوعية ديال الطحين الممتاز الخاص بالحلويات كما تشوفوا معي هنية درنا 250 غرام كما قلت لكم ديال الزبدة و 200 غرام ديال السكر سقل سوف نعجلوه مزيان ثلاثة على شكل بوماض يعني نحاولو ندوبو ديال الزبدة في الدينة يعني ندوب مزيان حاولو ندلقوها مع ذلك السكر من ساجم مزيان كما تشوفو رهاب داس كتنساجم ونضيف لها كاس ديال الزيت يعني كاس ديال عنبازي الزيت كذلك غنمزجو الخالط مزيان 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 ونضيف لها كاس ديال الزيت لا تبقى شبعينه مع الحل كما عرفت ورها الحل بارد نحاولو ندلقوها مزيان ونضيف لك البيض يعني ثلاثة ديال البيضات المقادير غتلقوهم طبيعية الحل سندوق الوصف يعني بالقرام يعني ضرور غتلقوهم هنا هنية ثلاثة البيضات ونضيف لهم ونخلط المقادير جيدا يكون الملح ثلاثة نضيف لهم ونضيف لهم كمعرق النيدو يعني او جمعرق الحليب ودر وهن خلط المقادير ثلاثة ونضيفل نضيف طحين تدريجياً تقريباً كيلو طحين نضيف طحين تقريباً نضيف طحين تقريباً نضيف طحين تقريباً نضيف طحين تقريباً نقسم كهوائرات نضيف طحين تقريباً نضيف طحين 3-4 ساعة ماذا ترى ثم نتلقى العجينة نستعمل هذه المطبعة ثم نتلقى بين جوج الميكات هذه الطريقة تجربتها معكم في الصبلي لنكهة الحامض نتلقى العجينة بطلق بين جوج ميكات أو جوج بلاستيكات لتكون هذه العملية سهلة وضغيرة سأتلقى معكم العجينة حسن مع انكم تضيعوا الطحين وطلقوا بطلق كما تشاهدون انني تلقتها تقريبا ما تكون غلظة بسفو وما تكون شقيقة باش ما تحرقنين اشو الفران يعني تكون مابين وبين يعني ونطلقوها مزيان والميكات تسعى تكون بطريقة سهلة 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 وضغيرة تتسازل لكم معاكم مره ديجا جروبتها معاكم كما قلت لكم في فيديو الصبلي ديانك هات الحام طبعا بدنا نطبع بمطبعة دياني غنطبعها لان انا غنطبعها انها تكون وحدة فيها دوارة وحدة قد تكون سامبل هنبقى نطبع هاك و هاك باش ما نتكلفش باش نجيب كل وحدة و ديالها يعني كل وحدة و لغطة ديالها هنبقى نهز العجين ديالي نحاول نهز بالميكة او بالبلاستيكة منحوش ننزب تاني شر ونحطهم في واحد اللاطة يعني باش ندخلهم الفران اللاطة كنكون رشيتها ديجا بشوي ديال الطحي انا بدنا نحط طيب شوي لان الصبلي كي يكون حساس هنهز بالبلاستيكة ونحط غرب شوي بشوي نكمل جميع العجينة لاندي والعجينة اللي كتبقى نهائيا ما نحوش نجي معها بديك نجي معها بشوي 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 ونعود نتلقها بشوي يعني يعني ما ما نخليش ترسخ نهائيا انا نتلقها بشوي بذلك طريقة ونستمر تنسلي العجينة لاندي لان هذه هي القره اللولى نكملها وننصل القره الثانية كما تشوفوا معايا هذه اللطة ديالي دبعا ندخلها الفرن ونكمل باقي الكرة اللي اندي دبعا ندخلها الفرن اللي يكون مسخنة من قبل ويكون على بطا يعني على فرن مهيل ونطيب لنا وتبقى ضروري تصابلكي بقبيض ونرجع معاكم من بعد كما كتشوفون بعدما طبلينا الصابلي دبعا ندوز ان شاء الله باش نوريكم باش نزينوا الصابلي ديالنا دبعا نحتاجوا هنا كوكوب كونكاسة او اللوز اللوز اللي موفر انكم ماشي مشكل عندنا نسلي كرامل وعننا هنا او غالة او غالة يعني هات المارك اللي كان يرتاح لهم ويأتوني في المدق زويل ونحن ننطى الجليكوز اللي يمضيبهم على شوش من قبل ان المدوبهم موضيبهم هذا باقي كونكاسة كما كنت شوفون البنات دبعا ننطى الجليكوز مرحلة 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 تحتاج لها كوكوب ونصلي كرامل والمباج ونصلي كرامل ونطيب حالة ساعة وعلى زل الموضوع كجاريره حتى فى حال بارد سنضيف الموضوع فى التعامل يرى الموضوع اتقوم بتحديد خلائط فى نسميت موضوع سوف نحضر ملقا قريبا مع مراش شكولات كونس سوف ننسقه بطبعه سابلي دينا سوف نحضر ملقا سوف نحضر ملقا سوف نحاول ندهنه في الجناب و نحضر كوكاو أو لوسكون كاسل على حسب الرغبة سوف نحضر كوكاو وهرمشته سوف نحضر احتها قد تفضل ملقا بمطالة مدية سوف نشرح سوف نعمل سوف نشرح سوف ننفسه سوف ندفع هذا هو الشكل النهائي هذا هو الشكل النهائي يجي في المدقة رائعة يجي من عود لكم وخصوصا في المناسبات او في الاعياد يجي زوين تبارك الله يضع كيمية كبيرة تقريبا يضع كيمية تقريبا يضع كيمية تقريبا يضع كبيرة كجرائح في المدقة سوف نستمر على طريقة نكمل الجميع ونرجع لكم من بعد ترى الشكل النهائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر